دعت إدارة شؤون الانتخابات أمس السبت الناخبين إلى التعاون من خلال الاطلاع على القيود الانتخابية وتقديم طلبات الاعتراض إن وجدت اليوم الأحد وغدنا الأثنين من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا بمقر إدارة شؤون الانتخابات بالشويخة السكنية قطع رقم اثنين وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفية إنه استنادا لنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم أربعة لسنة 2024 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي تنص على ويجوز لكل كويت قد أهمل إدراج اسمه أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جداول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية ولكل ناخب مدرج في جداول الانتخاب أن يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية وذكرت بأن يقدم الاعتراض إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية وتصدر الإدارة قرارها بشان الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية